كيف حالكم أصدقائكم تابعي قناة استثمر عقلك اليوم رح نحكي التحليل للذهب شو أماكن البيع أماكن الشراء شو اللي بنصح فيه أيضا وشو الاتجاه القادم كل هذا رح ركز عليه بالفيديو إذا أول مرة بتشوفني ومهتم بالتداول بالفوريكس أو بالكريبتو أتمنى أنك تشترك بالقناة تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد اليوم أصدقاء فتحنا قناة خاصة بمتداولي الفوريكس قناة رح تكون عامة بتنقل أخبار أيضا بتنزل صفقات أتمنى منك تشترك بهالقناة الرابط رح يكون بأول تعليق رابط قناة استثمر عقلك فوريكس الرسمية العامة رح تكون متاحة للجميع أيضا إذا مهتم بتداول الفوريكس عن طريق منصة أكسنس تحصل على توصيات مجانية أتمنى منك تشترك بالمنصة وبعدها تتواصل معي حتى يتم إضافتك بشكل مجاني تعطيني رقم حسابك وما تنسى تحط رمز الشريك أسفل بريد الإلكتروني وأسفل كلمة السر شو المتوقع لتذهب أصدقاء؟ آخر صفقة عندنا الأسبوع الماضي دخلنا من مناطق 2425 بداية حطينا ستوب لحظة عند مناطق 2431 بعدها عدلت الصفقة وخليت أقفال شمعة 15 دقيقة للأسف في أشخاص خرجوا عند ستوب لوز ستوب لوز طبعا 60 نقطة لكن الأشخاص يلي كملوا وشافوا التعديل بفضل من الله كانت عندنا نسبة ربح جدا كبيرة كانت عندنا أكثر من ألف نقطة خلال يوم واحد إذا حايرت تحصل على هيك صفقات عن طريق فريق مختص بتحقيق الشرط أتمنى منك تشترك من منصة أكسنس عن طريق الرابط البلوصف حاليا شو المتوقع للدهب هل أنا مع البيع ولا الشيراء؟ يوم أمس أصدقاء مع التوترات الجيوسياسية كترة الأقويل عن صعود الدهب وفتحه على 100 دولار صاعد لكن شفنا الجاب يلي فتح عليه هو على 20 دولار وهذا فيفسر أنه الدهب امتص التوترات الجيوسياسية لا سيما أنه إيران أعلنت عن انتهاء الرد عن طريق بعستها بالأمم المتحدة إذن التوترات الجيوسياسية منقدر نحكي أنه ما في زيادة في التصعيد في الشرق الأوسط وهذا أمر جيد منشوف أنه الدهب بعد ما فتح على جاب صاعد 20 دولار رجع وعاوض الهبوط لحتى يقفل الجاب يلي عمله ولامس موفينج الميتين على فريم الساعة كان نقطة دعم طبعا موفينج الميتين نعرف أول لمسة إلوه بيكون قوي جدا غير تاني لمسة هلأ حركة اللي بنتظرة أنا من الدهب حاليا المناطق يلي حددتها للبيع بحذر شديد أصدقاء إدارة رأس المال هو أمر مهم جدا هي مناطق الـ 2400 إغلاق ساعة على مناطق الـ 2400 لاحظ الرنج اللي صار عندي في هالمنطقة هاي إغلاق ساعة على النطاق هذا ممكن أن عاود الصعود يصبح عنه هدف مناطق الـ 2425 إذن مفتاح الصعود أصدقاء للمضاربين هو عدم الإغلاق أسفل مناطق الـ 2350 وتاني منطقة مهمة لازم تفكر بسحب الأرباح منها أو تفكر أيضا بحماية حسابك من هالمنطقة هي مناطق الـ 2400 مناطق الـ 2400 تقدر تاخد صفقة بيع بستو بلوز لا يتجاوز الـ 50 للـ 60 نقطة إذن أصدقاء سيناريو الشراء رح يكون بإعادة اختبار دعم الأربع ساعات الإقفال أسفل مناطق الـ 2337 وإعادة اختبار مناطق 2318 بهالشكل هذا أصدقاء لحنا بحاجة لاختراق وهمي سحب السيولي من هالمنطقة لاحظ المنطقة هي كانت قوية بالسابق لمسناها أكتر من مرة وصار فيها صعود جدا قوي في حال عملنا سحب سيولي وفي حال ارتد أول شمعة صعدي رح تكون رح تكون عندنا صفقة وستو بلوز أسفل الشمعة الصعدي خليني يذكركم أصدقاء بالتحليل السابق قبل افتتاح الأسواق لما افتتحت الأسواق طبعا أغلقت الأسواق عند مناطق 2328 خبرتكم أنا أصدقاء منطقة الدعم هي 2300 مع أول تماسك مع أول صعود بنقدر ندخل صفقة ولاحظ الشمعة اللي اعطتنا ارتداد من مناطق لـ 2330 لاحظ أهمية المستويات اللي بنحددها مع أول شمعة صعود من هالشكل هذا بتقدر تدخل بنص الشمعة صفقة صعود أو مع أغلاق الشمعة تقدر تدخل صفقة صعود والستوبلوز للأسف رح يكون بعيد عند أسفل الشمعة وهي كانت صفقة ناجحة جدا استهدفنا فيها القمة هذا بالنسبة لتحليل أسبوع الماضي وأيضا نفس السيناريو رح نستعمل مع هالمنطقة في حل عطانا شمعة صعود شمعة برايس أكشن قوية رح ندخل والستوبلوز رح يكون أسفل هالمنطقة ولما يرتفع سعر 50 أو 60 نقطة رح نحط الستوبلوز على الدخول بالتأكيد وما ننسى أصدقاء لازم نأمن صفقاتنا بالذهب لأن الحركة اللي عملها حركة جدا مهمة وممكن تكون قريبة من تشكيل قمة الدهب لا سيما الدولار ارتفع ارتفاع قوي ما بنقدر نحكي عن انتهاء صعود الدولار إلا في حال صححنا أسفل مستويات الـ 105.20 صححنا أسفل هالمستويات ممكن نحكي أنه بدأ الدولار يرسم نهاية موجة الصعود غير هيك أصدقاء هو متجه لمنطقة المقاومة 106.50 إلى 107.10 ما ننسى أصدقاء أنه السندات على أساس 10 سنوات في ارتفاع جدا قوي وهذا بيأثر على الدهب وبيأثر أيضا على الأسهم وعلى الأسواق الأمريكية للأمانة أنا مع بيع الدهب في حال الدهب أقفلنا أسفل مستويات الـ 2300 أقفال يومي أقفال صريح ممكن نعاود التصحيح لمناطق الـ 2230 طبعا هاي رح تكون صفقة جدا مهمة في حال أقفل الدهب بشكل يومي أسفل مستويات الـ 2300 وعاد لاختبار مناطق البيع يلي رح تتشكل ورح نخبركم عليها ورح تكون فرصة للدهب لاختبار مناطق الـ 2231 إذن لحد الآن الدهب صاعد لحد الآن ممكن إذن نحكي أنه الدهب شكل قمته لكن الإشارات الفلنية على الإطارات الزمنية الصغيرة بتحكي لي أنه التوترات الجيوسياسية بدأت تضعف بتأثير على الدهب وممكن نشاهد هاي الحركة في حال شفنا حركة إعادة اختبار الفريم لأربع ساعات رح تكون فرصة مضاربة جيدة وفي حال صعد الدهب لمناطق الـ 2400 وشفنا شمعة إنعكاس شمعة برايس أكشن على فريم الساعة ممكن تكون فرصة بيعية إلى لقاء صدقاء فيديو جديد إن شاء الله